في مجلس الامن قدمت دولة الكويت مشروع قرار يدعو الى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في قطاع غزة ومن ضمنها ارسلوا بعثة حماية دولية ويدين مشروع القرار باشد العبارات استخدام قوة الاحتلال الاسرائيلي للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وخاصة في قطاع غزة وذلك في انتهاك للقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان ويعرب عن الاسف ازاء فقدان ارواح بريئة ويدعو المشروع الى الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها اسرائيل على الحركة والوصول الى قطاع غزة والخروج منها